بسم الله والسلام على رسول الله مرحبا بكم البنات مجددا في فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة اليوم إن شاء الله تكون عبارة على لبس بوسة بالزبيب اللي كدير رائعة في المطاق المقادير عندنا جركسان ونصف دياس ميضة ونصف كاس دقيق الأبيض 100 قرام دياس الزبيع خمارة ونصف ساشية الفاني قبيصة الملح ثلاثة البيضات كاس دانون بنكهة الفاني نصف كاس زيت المائدة ونصف كاس ساندة نضيف المكونات الأخرين نضيف الساندة نضيف السكر نضيف السكر ونصف كاس الدانون بنكهة الفاني ونصف كاس الأن ونضيف السكر لنضيف السكر ونصف كاس الدانون بنكهة الفاني ونضيف السكر نضيف الزبيب نضيف الزبيب نضيف الزبيب الخمارات نضيف الزبيب نضيف الزبيب نضيف الزبيب في الزبيب نضيفه بشوية بشوية حتى نلقى القاوة من المناسب كما تشوف البنات من بعد ما كملت تحرك وكملت كل شي عندما تشوف القاوة من ديالها تجعلها ديال الشكل ودابا الغزالات سوف نأخذه واحد لما يدخل الفران سوف نضهنه بشوية زيز او زبدة و سوف ندردر عليه شوية سميدة سوف ندخل الفران سوف ندخل الفران على 80 درجة سوف ندخل الفران تقريبا مدة 35 دقيقة سوف نشعرها من التحت بحل طريب الكيكا سوف نضيف القطر او سوف نضيف القطر سوف نضيف السندة مع جسان الماء سوف نسموهم بنكهة البرتقال او نكهة زهرة البرتقال وهذا طيهم واحد لبننا زوينة بزيف واضافة زوينة للبس بوسة كنتمنى انكم نجربوها سوف نخلوها فوق البوطة بين 5 حتى العشر دقيق احتاج يبلدنا ان سيرو ديالنا بتكي عقاد شوية نصيح الاخوات دايما يكون الضوبل ديالساندة باش يجين السيرو هو هدك مجينش جاري بزيف مجينش عاقد ودبع من بعد ما خرجت البس بوسة ديالي من الفران قطعتها مكعبات او مربعات وغمضة نصقيها مزيان باستيرو ديالنا كنصقيها ومن كان خافش من السيرو غير نصقيها مزيان باش يجينها زوينة ويجينها رطبة ودبع من بعد ما دهنتها بالكوم فيوتير ودرت اليها الكوك كتجي مضاقها زوين ورائعة وكتجي مزيان وكتجي مزيان وكتجي مزيان وكتجي مزيان وكتجي مزيان كنتمنى انكم تجربوها كتجي رائعة وزوينة في الماضاق واخواتي ادينا نهاية الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا معنا في القناة ودعمنا باللايكات ديالكم وما تنساوش راب لابيكم احنا ما نكونوش السلام عليكم احنا ما نتوں ودا ودا